اشتركوا في القناة الحركة ذبيح الله مجاهد قال ان وقف اطلاق النار ينتهي الليلة وانه لا نية لدى الحركة بتمديد وقف اطلاق النار ما يوحي بان الحركة ستستأنف عملياتها وان المعاركة ستنشب من جديد بين الطرفين ولم تتضمن رسالة مجاهد اي اشارة مباشرة الى دعوة الرئيس الافغاني الذي اعلن امس السبت تمديد وقف اطلاق النار من جانب الحكومة داعيا الحركة الى اتخاذ خطوة مماثلة في موقف نال تأييد الاسرة الدولية فقد رحى باحل فناتو على لسان امينه العام يينس سترنبرغ باختراح السلطات الافغانية على حركة طالبان تمديد الهدنة وبدأ مفاوضات سلام فيما اكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان بلاده ستواصل الضغط على حركة طالبان لاجراء مفاوضات مباشرة مع كابل اما الامم المتحدة فقد دعى امينها العام انطونيو جوتيرش اطراف النزاع في افغانستان لمنع انهيار التسوية السلمية وافشال محاولة اختراقها من قبل من وصفهم بمعرقلي جهود السلام بالبلاد ومع تراجع عدد القوات الاجنبية في افغانستان من 140 الف في عام 2014 الى نحو 15 الف تتضاءل الامال بتحقيق نصر عسكري حاسم على الحركة ما دفع الحكومة لتقديم الاعتراف بطالبان كجماعة سياسية شرعية كحل يقول الرئيس الافغاني انه ربما يؤدي لمحادثات تنهي الحرب المستمرة منذ ما يزيد على 16 عاما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر